عندي خبر خاص بالنادي الزمالك المحكمة رياضية بتقبل طاعن الزمالك في قضية النقاز خلي بالكم يعني هبنتكلم في قضية النقاز حمد النقاز وبتلغي الغرامة بتاعة النقاز اللي تم توقح على نادي الزمالك وصحة أوراق نادي الزمالك في هذه القضية وبالتالي طبعا يعني الوضوع غريب شوية للنادي الزمالك من أيام مضى مع حمد النقاز عشان يوقع هذه المبالغ المادية أو يبيحصل اتفاق ما بينه وما بين النقاز بعد أيام المحكمة الرياضية الدولية بتحكم بقبول الطعم وفي نفس الوقت تغريم الزمالك فقط في تغريم الزمالك فقط فقط 30% من القيمة الخاصة بالأتعاب الخاصة بهذه القضية وبالتالي حمد النقاز هو اللي هيدفع 70% والزمالك 30% وبالتالي يعني زي ما بنقول كده كان الموضوع الزمالك بيعمل خطوة عشان الفلوس دي توقع ولكن فلوس دي لو كان استنى الزمالك يومين 3 كمان كان الأمور كانت حلت لوحدها وأنا بقولك هو أن حمد النقاز مش هيلعب مع نادي الزمالك في الفترة القادمة مش هيبقى موجود مع نادي الزمالك ده يمكن الخبر الخاص بحمد النقاز والمحكمة الرياضية وقبول طعن نادي الزمالك أيضا الزمالك بيعقد جلسة مع أبو جبل في الفترة القادمة لتجديد عقده لتمدة 3 مواسن مقبرة إن شاء الله طيب آخر حاجة قبل ما أطلع الفاصل زمالك أيضا بيرسل تذاكر الطيران الخاصة برزاق سيسيلي العودة إلى القاهرة وتكملة علاجه هنا في القاهرة يعني طبعا واحد من اللعبين المميزين لكن طبعا إصابته كانت ممكن كان يبقى موجود بشكل أساسي مع نادي الزمالك لكن الفترة اللي جاية ممكن يكون مع الفريق بالشكل الطبيعي وخصوصا زي ما بقولكوا كده إن الجزء المادي وفكرة القيد بتخلي نادي الزمالك يعتمد على الناس اللي موجودين بشكل كبير في القايمة الخاصة بتاعته